بددت العملية العسكرية الخاصة أسطورة السلاح الفائق الذي يزود الغرب به أوكرانيا ويزعم أنه قادر على قلب الوضع بشكل جذري في الجبهة في البداية كان الأمر يتعلق بتزويدها بأنظمة جابل المضادة للدبابات وبطائرات مسيرة يزعمون أنها فريدة من نوعها في الآونة الأخيرة يتقدم الغرب براجمات صواريخ هايمرز باعتبارها متطورة ومدافع الهاوتزر بعيدة للمدى لكن تلك الأسلحة تدمر في المعارك ولا تؤثر كثيرا في الوضع في المقابل أكدت الأسلحة الروسية أفضليتها المطلقة